موسيقى بين لندن وبيروت اتنقلت حملة معا شغفة بالتصميم من اكتر لجرافيك ديزاينرز المعروفين بالشرق الاوسط اهم شي عندي بالمكتب هو وهي رانا سلام اخدت التصميم لجرافيكي العربي لما كان اخر فهي بتستوحي افكارها من نمط الحياة العربي وافيشية الافلام المصرية الادية موسيقى فهي لما سات بيزور رانا سلام ليتعرف على احدث تصميم موسيقى موسيقى هاديك السنة لما جينا اخدنا هذا المحل كان في البيروت ديزاين ويك وقررت انو اعمل شي اسمو موسيقى 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 بايرانا سلام يعني كل شي بلاقيه من ناحية تفكيري وعيوني جمعتهم وحتيتهم عشهر هوني وفتحت البيب للناس يجوا يشوفوا الامجينيشن تبعي بقى داين ست تجمع من بعده قررنا نفتحه كمحل تعمل بروتكس تبعونا موسيقى موسيقى البران تبعنا بيجمع كل شي دقلو علاقه بالروح الشعبي العربي الافكار والتصوير والصور كلهم بتسموهم من قشة شعبية مثل عنكم هادولي بنحطو على الطاولات السفرة عليهم تحية كاريوكا موسيقى 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 متحطين المدشن لانه اسمها علبة كوكا بالشرق بهدي بتجمع كل افكار اللى بتجمز عمكالثوم بقلبه بتلاقي العويناتها بغولى تيجي معها الكتشن تاور كمان كل شي عليها الاهرام الهرم بمصر العاقل طبعه الغنيه الكلمات الخاتم طبعه العوينات والمشواء اللى كنت تحمله هلأ عملنا السيمبل طبع أم كارثوم بشفيفة لأنه كنا عملنا أرن فكرة ميك جاگر ميك جاگر مشهور باللبس طبعوله كثير مشهورة تي شيرت من اللبس مع المد لسين بقى نشاهر لما واحد بشوف الشفيف طبعون ميك جاگر حاسينا أم كارثوم ما عندها شيء الباب والكول بقى عملنا السيمبل طبع الشفيف أن يكونوا شفيفة لأم كارثوم وعملنا الدفتر طبعه كمان حتى إنا الغنية طبيعة أنت عمري عليها وكتبنا على المشوار صغير كوكب الشاشتغلنا مع أشغالنا على البتركية حتى إنا مثلا سيمبل اللبستيك طبعا أنا ريد لبس أنا من ستال طبع دايما عندي ريد لبسيك بيكون كتير مثلا سيجنتشر بقى مكثوم لأنه هي الايكون طبع الموسيقى بالخمسينيات بمصر وين كل شي بلش وقتها كباب كولتر من السينما للموسيقى الباب كاتش الشعبية اللي بيشوفهم على الترقات للناس ما بيعطون إيميل الميديا، الموسيقى، السينما، الأكل أكل مثل البوزة للعلكة للببسيكو كلها دا اسموا بابين إيشا لي ممكن رخيصة للماس بروداكشن كل العالم تقدر تحصل عليها بقى هالشي ما كان حدا نكامشوا من إحدى الدزاين وقررت أنا أعمل هالشي لأنه لما كنت روح على أوروبا يسألوني شي يعني بلبنان شي يعني الميدل إيست ما كان عندي شي بين إيدي فرجيون، كان دايما الجمل ودايما التربوش إشها الكتير القديمة والي زهقنا منها ما بقى في إيميج جديدة عنها والإيميج كمان مهمة وبوزيتب بقى جمعت هالإيميجز اللي كانت نس تلاقيها ما قلقيمة يمكن مرخيصة، يمكن ناس تكبها نسم الأفيشات كانوا يكبون على الطرقات ما حدا نجمعهم بقى نزلت ع السينماية جمعتهم جمعت الهيستيري تبعهم واحتفظت فيهم ع سنين وإيام مثلا عندي هلأ كولكشن فوق من هالأسس بلشت أخد الإيميج سابونهم أرجع حطهم بطريقة مثلا على المخدات وجوه تحية كاريوكا أو مكلثوم النمر العربية، الببسي كولا كل هيدول الناس يعني لما بينحطوا على كوشن مش الناس عم تشتري مخدي عم تشتري شوية من الكولتور تبعهم تنحطها بالبيت بكونوا شايفين حالهم فيها مثل إيستين باعتن هو بيكون دايما جيومتريك وإسلامي قررت أعمل البلند من إيست ووست كنت ببلش أعمل هالبراند يطلعش مش شكله ضروري يكون عربي أو مثل إيستين يكون إنترناشنال التارجت ماركت إنيشيلي كان الأجنبي لأنه حسيت لما أعطيهم فكرة عن بلاد تبعنا ما كان في شي برودكت بقدر أخده وشوف حالي فيه بقى وكمان بدى أغيره تفكيره عن بلدنا لأنه دائما عندنا أسوأ فكرة ونحنا دمار وبومبيت وبعدنا لورا بقى حسيت البرودكت لما حداً بيشتري مثلاً مخدي ما عم بيشتري مخدي الناس سعي لعم بيشتري كولتور تبعنا ولما بروح بهدية لأجنبي بقول واو أنتوا بلاد العرب وعم بيشتري قصة عم بيشتري تبعنا عم بيشتري الباب كولتور تبعنا بالنسبة لقلون تشكلت غنون هني مشهورين بالمارميت وبالبسكس تبعونهم وبالمكفيتيز والكاتبريز نحنا عنا الغندور تبعنا بعرفتهم على إشي نحنا المشهورين فيها ما كانوا سمعين فيها مثلاً لندن كتير مشهورة باللندن تاكسي باللندن ريد باس الباس الأحمر تبعون عرفوا كيف يصدروا من ناحية الامج تبعون لأنه كتير لذيذ وشايفين حانهم فيه بقي يتبعوه على بورتوكلي على تيشرت على كيس العسكري الإنجليزي على هيدا باس تطلع نحنا على الكالتش تبعنا وشوف شو عنا نحنا بقدر اخدوا وصدروا على مريول على كتشن طاولة على فوفيت على طاولة جيت أنا فواتت صور التاكسي تبعونا نحنا بتذكر بالخمسينات كيف كانوا كيف عندهم هني كلمة لندن أنا مبسوطة بكلمة بيروت نحنا فيه نقول أم كالثوم مبقى بستايل القديم اللي كنا معودين عليه نشوفه عملتها كتير بوب بطريقة أنه كأنه حداً أجنب يجرى رسمه ولبسة مثلا دولتشي جابانا وعوينات أليكزاندر وينغ عم بلعب على الأفكار المهدومة مثلا الخط العربية كان كتير معلق بالدين الإسلامي أنا رحت أخدت الخط وعملت بقى الوين كتير مفرقة بقى لما بيجي بيشوفها الأجنب بيشوف شي اكزوتك اللي بيحببهم أكتر بالكالتر تبعنا يعني الميدا والتلفزيون كتير بيخلي واحد يكره الكالتر تبعهم إنه نحنا عرب نحنا ممنسوا بقى أنا عم جارة بقى عم كتير كولوا ترندي بالعكس تجذوا وبتسحرهم بصير بدونية أكتر عندي شوية تحرب مع كيف الميدا بتحكي عنا هذي كتير صعب يعني في شوية سياسة فيها سياسة الدزاين موسيقى عملنا أبنين على المحل تحت والأفكار اللي حتينيهم للأبنين جبت مثلا الناس اللي بيبيعوا القليطة على الطريق مثلا ديزاني طبا ما كنا عارفين شي يعني قليطة اللي بتحمصها مع الخبزة والجبني سو جبت الشعبي حتيتوا برات المحل عم بيبيع القليطة عم بيصخنها يعني بطريقة كتير لذيذة لما بتحط شي شعبي قدي المحل بيصير ستايليش جبنا الزالمة اللي بيبيع البولين اللي بتنفخهم اللي عليهم لعب و جبنيهم حتينهم برات المحل بقى عم سهل شكله كتير بوب الستة اللي ببالك بتستحي اللي بتنزل ع الداونتوم بتشتري ما بتستحي اللي بتشتري من عنده بس لانه حتينيه برات المحل شي ثوت اتوا سكول يعني وشترت من عنده أكرة القليطة موسيقى موسيقى نحن معظم القصص اللي نعملها هون بستوديو براندنج بقى والبراندنج تبعنا منه مثل مثل معظم البراندنج ايجنسي بيكونوا كتير يعني فيه السبيرت طبعي بيجي بالبراندنج للكلاينز فيهنا كتير من المطاعم للبوتيكس بيختلف البراندنج ستايل طبعي قاله انه عنده عنده لذيذي مثل ما يقوله بالانجليزي هاو دو عويخي كوريتف من بينا على الجهة عالموتو عالموتو عاواتي بسريت ماني بالسيارة بمحبوسة عالموتو بروح بشوب بتطلع بنزل إنو هالموسيق بتزتني بالطرقات بطريقة كتير هيني مش رحل ما أعمل رانا سلام فور اتش انام بيسو كون عم تحكي عن الفاشل يحب إنو اللي أجم بيصير يحب شغلنا ويحب صناعتنا متل ما نحنا مغرومين بكل شي بيعملوا عنا مش إنو قصة عقدي بس هادي هي الفاكت نحنا الأجنب اللي بيعملوا نحن من نحبه لدرجة من قلده بقى بصلت لمرحلة وين عم بلش أعمل إن نحنا أقصص وين الأجنب بصير هو كمان يحبنا ومغروم فينا وبدو يشترينا وبدو يشوف حاله فينا هذا هدف البران تبعنا أهم شي عندي بالمكتب هو هاي البسبة تبعيتي صغيرة لقيتها بميلان لما كنت عم بعمل إكزيبيشن هوني ترجمة نانسي قنقر